تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن حذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب بحسب ما ذكرت صحيفة الڭارديان البريطانية اليوم وجاء التحذير من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو عمر غباش الذي قال إنه يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها تجاريين الاختيار بين العمل معهم أو مع الدوحة أصدرت وزارة الدفاع العراقية أحدث موقف لها حول العمليات العسكرية في الشطر الأيمن من مدينة الموصل تضمن إعلان تحرير خمسين في المئة من مساحة المدينة القديمة خلية الإعلام الحربي أكدت في بيان لها أن سبع مناطق حتى الآن ما زالت ترزح تحت احتلال التنظيم المتطرف وأن القوات العراقية مستمرة في عملياتها لاستعادة السيطرة عليها اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة وريفها وقال مصدر من قوات سوريا الديمقراطية إن مسلحين من داعش حاولوا التسلل إلى حي الصناعة الشرقي الرقة كما نشبت اشتباكات عنيفة لعدة ساعات تكبد خلالها التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد رجحت وزارة الدفاع الفلبينية اليوم قتل أعداد كبيرة من المدنيين جراء الفضائع التي ارتكبها متشددون موالون لتنظيم داعش خلال احتلالهم لمدينة ماراوي في جنوب البلاد المستمر منذ خمسة أسابيع وقال المتحدث باسم الجيش إن السلطات تمكنت بشكل مستقل من تأكيد قتل سبعة وعشرين مدنيا من سكان ماراوي في مقابل عدد كبير من القتل الذين أبلغ فارون من القتال في المدينة عن مشاهدتهم تعرضت شركات عالمية رائدة في أوروبا والولايات المتحدة لهجوم إلكتروني كاسح ما أدى إلى وقوع عطل في حواسيبها وأنظمة تشغيلها ويرتقب أن ينتشر إلى مزيد من الدول حول العالم وفي أوكرانيا استهدفت الهجم أكبر مطار في العاصمة كييف إضافة إلى عدد من الشركات والمصارف وقال تقارير عالمية أوكرانية إن أجهزة الكمبيوتر في الدوائر الحكومية خرجت عن الخدمة بسبب الهجمة الإلكترونية قالت شركة فيسبوك إن ملياري شخصا يستخدمون موقعها الشهير بانتظام مواصلة النمو من مشروع أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة إلى أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القرارات السبع كما يمثل أكثر من ربع سكان العالم نهاية الموجز في أمان الله موسيقى